تعالوا إلى سلفنا الصالح والتواضع أيها الأحباب الكرام فهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق ونائبه عمر بن الخطاب كان أبو بكر الصديق في خلافته متواضعا كمة التواضع رضي الله عنه وارضاه تعالوا كان عمر رضي الله عنه وارضاه يذهب إلى خيمة امرأة عجوز عمياء لا ترى من أمامها ولا من خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها فكان يذهب إليها ليكم بخدمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يحمل لها الماء وكان يحمل لها الطعام ويطعمها ويسكيها وكان يكم البيت يكنس البيت أيها الأحباب يكنس لها خيمتها وكان رضي الله عنه وارضاه يعمل لها في كل مهنة ولا يتركها حتى ترضى عنه وفي يوم من الأيام ذهب عمر بن الخطاب إلى الخيمة لكي يعمل كما يعمل كل يوم وإذا به يجد أن هناك من قام بعمله عند هذه المرأة العجوز وإذا بعمر يغضب غضبا شديدا من الذي أخذت تجارة الرابحة التي بيني وبين الله عز وجل وفي اليوم التالي ذهب أيضا فوجد أن الخيمة كتكنست وملئ لها الماء وأطعمت وفعل لها كل شيء في خيمتها فتعجب عمر وفي اليوم الثالث جاء مسرعا واختبأ خلف صخرة ليرى من هذا الذي قام بخدمة العجوز أيها الأحباب واخذ منه العمل وإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يرى من الذي يخرج من الخيمة يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرى أبو بكر صديق تخيلوا الخليفة خليفة المسلمين بيشتغل خدام عند امرأة عجوز من أجل الله عز وجل ومن ونائبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعملان في خدمة امرأة عجوز احنا فين من هذا العمل أيها الأحباب الكرام أين نحن من هذا التواضع وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام نادى على المسلمين وقال الصلاة جامعة بمعنى إيه بمعنى أنه بيجمع المسلمين عشان يسمعوا منه خطبة فأتى الناس من كل صوب وحده ودخلوا إلى المسجد فصعد عمر ووبخ نفسه قال كنت أعمل عند بني خزيمة أرعى لهم الغنم على حفن من الطمر ووبخ نفسه ونزل من على المنبر فقال عبد الرحمن بن عوف والله ما رأينا في خطبتك من جديد إلا أنك وبخت نفسك فقال حدثتني نفسي يا عبد الرحمن بن عوف بأنني أمير المؤمنين وبأنني خليفة المسلمين فأردت أن أكثر نفسي وأن أتواضع لله عز وجل أيها الأحباب الكرام هذا هو عمر وأختم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في فتح بيت المجدس أيها الأحباب الكرام تواضع النبي صلى الله تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في فتح بلاد الشام أيها الأحباب وفي فتح بيت المجدس أرسلوا إلى عمر رسالة ووصلت إلى عمر فأخذ الرسالة وأخذ معه أبو عبيد بن الجراح فلما قبل أن يصل إلى مدينة الكدس وجد مخاضة في الأرض فنزل من على ناقته ثم خلع خفيه وحملهم على كتفيه ثم بعد ذلك خاض برجليه في المخاضة طينة بمعنى صح مي بطين وخاض فيها بقدميه رضي الله عنه وارضاه فقال له أبو عبيد سنقابل الأمراء والناس هل ستدخل عليهم هكذا فقال له والله لو قلا غيرك لجعلتون كانا لأمة الإسلام يا أبا عبيد لقد كن أذل قوم فأعزن الله بالإسلام فإذا ابتغينا العز في غيره أذل لنا الله عز وجل فعلينا بالتواضع مع الله علينا بالتواضع مع الناس علينا بالتواضع في كل أمر من أمور حياتنا فعلينا بالتواضع مع الناس